نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا السلام عليكم حبيباتي كديري لبس عليكم تمنىكم تكونوا بألف خير تحتكم زيانة كنشكركم بساف أخواتي على تعليقاتكم لي كتخليوا لي وكتفرحوني بساف مليك تجربوا شي وصفة وكتجوا وتقولوا لي أنها نجحت لكم شكرا لكم بساف حتى أنا كنفرح معاكم وكنفرح مليك تجربوا شي وصفة وكتصدق لكم هلا يخطيكم عليها ومرحبو ألف مرحبا بالمشتركين جداد اليوم ما غادي نقدم ليكم طبيطات مع عمرين وأكيد غادي نعطيكم أسرار العجينة باش جيكم منفوخة وجيكم بنينة كنتمنى من كل قلبي زعم تجربوهم حوش واحدة هي اقتصادية وكتجي ولا أرواح كنتمنى ان شاء الله تعجبكم أخواتي كيف العادة اه ولعجبكم هاد الاقتراح اكيد ديرو جيم فقط لتشجيع وقلوا لي الاقتراحات ديلكم في التعليق وكيجاوكم الوصافات وش هما هادوك وللا اما منسبة المقادير فبسم الله على بركة الله عندي هنا يا تقريبا ميتين وخمسين جرام ديال دقيق الأصفر او الفينو يعني دقيق القمح الصلب عندي زلافة اللي هي رابعة ديال فينو غربلتها وزت عليها ميتين وخمسين جرام ديال الفورص يعني كان عادلوا الكمية ديال دقيق الصفر مع الدقيق البيض بطبيعة الحل غربلتهم وخلطهم مع بعضياتهم زيت عليهم معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون انا كي يعجبوني هاد البطبيطات يجون من السمين ويجون من الددين يعني ما يجيوش غير خبز وصافي غادي نزيد كذلك من بعد ما زيت معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون كنزيد معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة اللي كيعطيهم واحد النسمة رائعة بزاف اللي ما عندوش الحليب بودرة ممكن يستغنى عليها ماشي مشكلة كنضيف الملح لحسب الدوق تقريبا نصف معلقة صغيرة ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية او للخميرة ديال العجينة كنضيف معلقة كبيرة مع مراش ديال السكار حبيبات او للسكار سانيدة صافي وغادي نحتاج المال اللي كي يكون دافي بطبيعة الحال باش غادي نجمع العجين غادي نجمع العجينة وبطبيعة الحال اي بطبوط السر دياله في الدليك دروري ما كان دلكوشي شوية تقريبا واحد خمسة ديال دقايق ما كياخدش لنا وقت حتي لدلكنا هكيم تحصلوا على نتيجة مزيانة صافي اعطيتو شوية ديال الكروشيات وبقد كنضيف المال حسب بطبيعة الحال على حسب الدقيق مهم كتكون عندكم عجين لينا ما كتكون شك تلصق بطبيعة الحال اعليكتو شوية فوق سطحة حلقة عمل كيف شفتو من بعد احطيتها في القصرية ودهنتها بشوية ديال زيت وغادي نغطيها بالبلاستيك غيدائي غادي نخليها حتى يدعف الحجم ديالها صقريبا واحد نصف عارض ضغية كتخمر طبيعة الحال كنغطيوها بواحد الملاية باش هكت ضغية خمر لينا باش كتحس بالسخونية وضغية خمر صفي من بعد ما كتخمر العاجين كيف كتلاحظو ضروري ما كيتضاعف الحجم ديالها غادي نفر منها الهواء اللي كيكون فيها وغادي نقسمها على جوج لحسب سطح العمل اللي عندكم إذا كان كبيرة ممكن تلقوها كاملة أنا معا عندي صغير فا قسمتها على جوج بالمساعدة ديال الفينو او لدقيق القمح الصور بغادي نحاولو نتلقو هاد الكويرا اللولا كنتلقوها وحنا كنرشو الفينو باش هكا ما تلصقش لنا العاجين لانه ضروري ما تلصقش لكم فوق سطح العمل باش يلا بغاينا نقطعو ما يعني ما تصغرش لنا العجينة بهذا المعنى كنتم منها تكونوا فهمتوني صافي كنتلقوها مزيان ضروري ما كترققوها شي شوية حيتي لا رققتوها كي يجودوا البتابيطات الصغرها كخاويين مهويين وفي نفس الوقت ما فيهمش ديال البابة في الداخل ما فيهمش يعني كتيرا صافي هنا كنتأكد أن العجينة ما لسقش ليا ضروري ما تكونش لسقا دائما نرشو شوية الفينو صافي من بعد كنجيب واحد الكاس او لا قطاع دائرية او للي بغيتم مربعة او للي عندكم كتقطعوها بطبيطات هنتم مرة ما كيصغرش الحجم ديالهم لان العجينة ملاسقاش لنا ضروري تأكدوا من هاد الخطوة هادي صافي كنقطعو وكنجي معدوك ذاك العجينة اللي كتشط لي هذه الاطراف هادي اللي كتشط ممكن تتلقوها وتعاودوا تقطعو منها هنتم ما شوفوا السوم كديالهم يعني ما كيجيوش غلاضين بزاف هادي نحاول نستفهم في واحد البلاتو اللي فرشت فيه بطبيعة الحال واحد المنديل هادي نخليوهم يخمرو المرة التانية واكيد هاد سر من اصر النجاح ديالهم خاصهم يخمرو المرة التانية قريبا واحد نص ساعة هادي هادي اكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سوف نقوم بمساعدة للعجينة لأنها مرخوفة لأنها مرخوفة لأنها مرخوفة سوف نقضي الجواني ونقضي الجواني سوف نقضي المربعة ونقضي الجواني سوف نقضي الجواني سوف نقضي الدوائر نقضي المبادرة نقضي المشكل نفرش لهم احد المندي لانتوما ذو الأطراف ديال العجيلي شاطوريش كالتمنى محجوج بطبوطات نجدهم مرتاح و نقرسهم و نغطي عليهم و نجدهم تقريبا كيف كنت لكم إلا كان الجو سخون غير و أبع ساعة إلا كان عندكم الجو بارد بحل عدنا نحناية فخليتهم نص ساعة كيف كنت نحطوهم مباشرة كنقلبوهم يعني ضروري ما نبقوا نقلبو ما بلحل آخر باش هكا كيتنفخوا كيف كتشوفو غير انتوما كتقلبوهم و هما كيتنفخوا كيف كتلاحظو معي راهبط شوية الكاميرا باش شوفوهم مرة كي يجون منفوخين و كي يجون فارغين من الداخل طبيعة الحال ممكن تستغلوهم في حشوات باردين و حشوات ملحين اليوم ان شاء الله قطير راح دي الحشوة ملحون ان شاء الله مرة أخرى ندي لكم حشوة باردة اه سوف ينقلبوه من توقفهم انتو مرة كيتنفخوا من توقفهم انتوما كنت تبعووا الطريقة اللي كتليكم ان شاء الله والسر كامل عو ثاني فالطياب اه ضروري ما تبقوا تقلبو ملحي الاخراء كيتنفخوا يبقيتوك تقلبوهم تطبيع جميع لا يسخن ثم تطبيع محمر فتي أقوم بطبيع اطبع ممتنة نقلب مباشرة لن يشكلون لكم فوقاعات لن يتحمرون فوقاعات نفس الطريقة لقدمت معكم البطا بيت صديقة سوف نراقبها مره 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 حتى تنفخ مره 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 حيث يرونون من حليب نيدو لن يسقطون جدا ولكن من نزمون بزيت الزيتون وحليب بودرة نعيد مره 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 نتحقق بالرغة ننفخوا وضعتوا المقادر الحشوة سوف نريكم كيف يجعون من الداخل بالنسبة للمقادير الحشواء تبقى اختيارية و اي حاجة لا تستغنى لدي هنا واحد صدر الجاجة لقد قطعتها كشرائح طويلة او لقد قطعتها كعبات صغيرة على حسب الرغبة ممكن تديروا الكفتة لكن دائما نحطفضوا به نفعنا في الحشوات طبيعة الحال مغسول لقد قطعتها خمسة دقيقة اصفيته بيضين خضاريين طبيعة الحال لقد قطعت مكعبة صغيرة لقد قشرتها لقد قشرتها لقد قطعتها كالغليظة لقد قطعت ديكرومي المضخن لقد اختياري تماما لقد قطعته لقد قطعته هنا بالنسبة لأخوات يساولوني عليه فهو هذا 8 دراهم 100 قرام رخيص بزاف وكانت شريه بالعبارة من عند تبيع الفرماج احسن تشريه لقد قطعته معلقين هنا ثلاثة لفصوص ثومة نص دامة نص دامة نص دامة لا تستغنى هنا معلقة زيت المائدة زبدة وزيت المائدة بطبيعة الحلم سكنجبير زينجابير طحميرا فلفل أسود ونحتاج هنا جبن بطبوط يبقى مسألة اختيارية فقط هنا زيت المائدة معلقة الزبدة نضيف ثم نضيف البصلة لكي تشحر بعد ذلك ثم نضيف البصلة ونضيف لكي تشحر البصلة ثم نضيف الدجاج مع التخليط المستمر ملت نضيف الزبدة ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم 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 نضيف ثم نضيف ثم ثم نضيف نضيف حمض ملت مقطع دائما في الحشوات سوف نحرك جيدا ثم نزيد المكونات الأخرى دجاج رضغية نضيف خزوية بطبيعة الحل حكيتها في الحكاكال الغليظة تبقى اختياري تهية نضيف خزوية ثم نضيف توابل ثم نضيف توابل ثم نضيف توابل مع القزبور والمعدنوس مع البحمير والإبزار و سكينجبير نضيف الحشوة حتى تنشف من المدروري و سكينجب من المدرور ثم نضيف ثم نضيف نضيف الشوارمة و سأكتشف من المدروري و سأكتشف من المدروري ثم نضيف مقطع ثم نضيف نضيف الحشوة ثم نضيف نضيف يجب ان تبقى اختياري 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 نجح 100% مليون مليار اختياري قريبا ساقطع نحن كم نزيد اضافة فرماز نضيف وبردات نحرق انشاء الله نحرك نحرك نقوم بقيمة نقوم برداء نحرك نضيف نحرك 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 نحن قليلا نبقى الوقت يكسب عمربة نقوم بحشوه نقوم بحشوه نعود نقوم بمشيئ نضيفه على حقرة نضيفه 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 قمت بقرار نستمر بفرمج نعمر 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 ندهن 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 نقوم بحشوه نقوم بحشوه نقدمهن 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 نستفيد ندهن 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 نزل ندهن ربما ندهن ندهن شكرا لك شكرا 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 شكرا